السلام عليكم ونسعد لي أوقاتكم جميعاً إذا عم تواجهنا مشكلة أنه أنا عم خيط بالماكينة من الأعلى بيطلع خياطة ممتازة جداً من دون أي مشاكل ومن الأسفل أو من تحت الماشة بتطلع الخياطة مجمعة خيطان بشكل كثير كثير حاب أعمل تجربة الحل كثير بسيط وما في أي مشكلة يعني ما تحتاج لها مصليح ولا أي شيء هلأ أنا عندي عملت مسافة الخياطة عندي مفوق ممتازة جداً وبس بقلبها بيطلع عندي تجميعات هالخيط وحلة بسيط جداً ما في أي مشكلة إنه نحتاج لها مصليح هلأ تمريرات الخيط بالماكينة كل مكان كتير مهم وأغلب ماكينات الدرزة تقريباً 99% نفس المبدأ يعني بيكون بالبداية بينزل الخيط بيمر بين هالحلقتين إذا ما مر بين هالحلقتين بيعمل هاي المشكلة هنشوف نتبع الخيط بيمر بهاي الحلقتين بين هالنابد هون هو اللي بيعيير عيار الخيط كتير مهم هاد الفنار أو هاد العيار هو اللي بيعيير الخيط بيشده وبيرخي إذا كان خارج الحلقة الحلقتين فهو المشكلة اللي بتخلي يجمع الخيط بيصير الماكينة بتسحب الخيط بشكل كتير كبير من بعدها بيمر بنابض بعد الحلقتين بيمر بنابض كمان أساسي تمرير الخيط بهذا النابض ومن بعدها بيمر بيزراع اتجاه الزراع لتحت يعني بمرر الخيط بين الحلقتين بعدين بينابض بعدين بالزراع هاي المعدنية الفضية بالتجاه لتحت بمررها وبعدين بسحبها للأعلى أو بسحب الخيط للأعلى وبمرره بالقطعة المعدنية أو هي الزراع المتحركة هاي الزراع متحركة بتتحرك كمام إلى مهمة أساسية بتمرير الخيط وشغل الماكينة هي عندها وراء الماكينة بتتحرك للأعلى وللأسفل ومن ثم بدخلها بالإبرة مبدأ الماكينات واحد كلهم نفس النظام ونفس الطريقة يعني بيختلف مكان للخيط التمرير وشي بسيط هلأ أنا عملت تجربة ثانية ومن دون أي مشاكل المشكلة ضغري انحلت وهي هي حلة يعني بتمنى أنه الفيديو كون استفدتوا منه وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال اكتبونا بالتعليقات إن شاء الله نجاوب على جميع الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته